التكنولوجيا على رأي محمود عبدالعزيز الله يرحمه رب من أحب الفنانين لقلبي في فيلم إبراهيم لا بيض الجراءة حلوة مفيش كلام التكنولوجيا حلوة مفيش كلام التكنولوجيا حلوة مفيدة مفيش كلام موفرة جدا للوقت والمجهود مفيش كلام مثمرة جدا في مسألة المكسب اللي وراه مفيش كلام موفرة ليا في الفلوس أحيانا كتير جدا وتلاقي عروض وتنزلات عبر التطبيقات وانت بتشتري وانت بس ده لا يمنع أنه أحيانا التكنولوجيا دي تبقى شديدة الخطورة عليك تطبيقات إلكترونية تيجي تقولك تعالى هنديلك قرد ومضمان البطاقة الشخصية اوبا ايه بقى الحكاية هو التطبيق ده بتاع بنك عشان ناسق فيه تطبيق ده بتاع مؤسسة مهم عشان ما فيه شك نسأل بقى هنا مهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات أهلا بيك مش مهندس أهلا بيك يا شخص يوسك إزاي حبارك إزاي صح عامل إيه؟ الحمد لله والله كله تمام إزاي ما عليك؟ وحشنا من ساعة ما نورتنا يجي من أسبوعين كده الله يخليك ربنا يخليك مش مهندس إيه حكاية التطبيقات اللي تيجي تقولك تعالى خد قرد من عندنا هندي لك قرد بس ناخد صورة بطاقتك الشخصية الحقيقة وانا بيحضرني لها حاجة جميلة جدا وهي المغفور كده عبر صلح تطبيقات الفنكوش يعني تطبيقات الفنكوش تطبيقات اللي هي فعلا فعلا يعني الموضوع بينكارك ومحاديش ما يتعلق من تطبيقات تطبيقات ممكن فعلا تديك كوش ولكن نظيم حاجة ثانية أهال ما ممكن تتخذها منها وهي معرفات التطبيقات اللي ممكن تحتوي على بعض مثلا البالوير بعض الكيوسات بعض الباكدور إن هي تحصل صفة دي في الجوريشان دائما كنتم على الصفيات اللي هي داخل التطبيق ومن خلالها ممكن إن هي تحصل صفة على الأسماء الصفة بالتليفون اللي هي صلاحات التطبيقات والتبعية يخذ تطبيقاتي ويتجي على تواصل ممكن نصرا يخطر عن طريق إن هو يخد نصرا الصلاحات الجالري ويبدأ التطبيق لأن هو يستخدمين الطريقة تانية تخليطًا أن ينعم دفعت التطبيق أو حتى عاجل ما يحول أي سوء وهنا بنكتبن بقى قصة الأمن المعلومية أما بالنسبة لقصة البيتنس بالناحية هل هذه فعلا اكراد ولا لا اكتوف ولا لا فعايز أقول لهم إن السمسينتين التطبيقات دي المترجم للترجم 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 للقناة المترجم للترجم 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 للقناة وضخم جداً جداً بس هو ليه مدة معينة بالثواني أظن بتبقى مش عارف دقيقة أو أقل من كده حاجة كده يعني تمام طيب ده دي لأ لا هو طبعاً دي فصة دي فصة لأن إحنا هنا بتتكلم عن اللي بيقرد الفلوس أو خلي بالك دي أشكال تانية كده حالك ممكن تدخل هتكتب طبعاً تطبيق كامعيات بيلم من دي ونبغير الفلوس ويبدأين هو لأدوى تحد تاني السلام ده موجود تطبيقات كتب جداً منها تطبيقات موجودة تطبيقات كامل التفك دي ومنها تطبيقات تانية كده برضوك أن هي تختزتوس وسلام عليكم بقى أنا إلي أقرأ في جبني بأي جبني الكلام ده موجود تطبيقات دي موجودة هالكتب جداً في تطبيقات دانية اللي هو حاولي بسك عادة وفي تطبيقات بانك موجودة تطبيقاتي يشتغل هولي وليأكل يا جماعة يلو عادي تتعامل مع حد والبنت أصر بعدي حاجة قال البنك بسكرة نفيد عن بيتك قال البنك مثلاً قال لك أنا مستشفر لأجل أن أنت تسيب البنك ومستقامل مع جهة خير موصولة الكلام ده يا جماعة تتحدر منه هي وحاكة هي وحاكة تطبيقات دي تطبيقاتي خبيرة جداً 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 أصلاً يقضي تطبيق على كل ده ممكن تطبيق يكون يعمل تطبيق زي تطبيق باية فائد وكده اللي قال الناس تعالوا استثمار فدوسته تعالوا أخذك فدوسته عندنا وهتبع أدوح بعد فترة فعلاً يرد الناس هو بعد كده وزعى للناس ولها وخياتنا تصل الستة مليون الكلام ده من ثلاثة وطاعة شهور وكان صادق جداً وبعد كده الناس ذهلك بالله إذن الأفضل دايماً أن أنا استخدم الأمور المتعلقة بالبنوك اللي موجودة في مصر طبعاً أنا عايز كارد أخذ بعض يروح على البنك صحيح عايز أعمل جمعية أعملها بسراً لذا بس طبعي تعملها طبعاً طبعاً ده مهم اه فخلي بالكون خلي بالنهم أنططب يأخفي نازم الحذر ثم الحذر ثم الحذر أنا مشكورك جداً مشموهنتس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات تاني يا جماعة هتاخد قرد روح على البنك بنصر فيها تقريباً أظن ثلاثين بنك اعمال يعني هتاخد قرد؟ وروح البنك هتاخد قرد من فين جوا بقى تعالى وانا هتديك الفلوس بس بالضطاقة هاتلي بس انت كده واصل النور وانا هزبطك حاجات من النوع ده تعالى مضيك على ورقة وهديلك القردات ده تكتب لي عقدة بيعصوري كده بسيط ما تقلقش وتروح بيع له البيت ما تقلقش انا مش هستخدمه والله لا مش هستخدمه ايه عايز تعمل الحاجة امشي عدل ما هو لما تمشي عدل يحصل ايه يحتر عدوك فيك